أنا أفتكر أن الجيش في لحظة طوال المقامل العسكري استغل الفرصة بأن حصلت أزمة سياسية في أسيوبيا وحصلت الحرب الأهلية واتمدت مشى دخل الفشقة وده من حق السودان ده من حق السودان أنه يجد انتشار قواته في الأراضي التي هي بتحته وبينص القانون الدولي وبأي حاجة لكن ده ينبغي أنه كان يقوم مبني على اتفاق وقرار سياسي موحد أنا لا أعلم أنه هل ده تم كده ولا كان محاولة من الجيش ليسارة النزعات الوطنية والقومية للتمدد فيه ده ده لا ينفي من أنه من حق السودان أنه يعمل الحكاية دي لكن القرار ده بيتم اتخاذه من القيادة السياسية أسيوبيا محتلة عرضنا في الفشقة نمشي نشتكيها لنورة المتحدة نمشي للتحكيم الدولي نطلع قرارات أممية تطلعها منها لكن الاتخاذ قرار الحرب ده زي ما قال شرشل ما قرار بيتم تركه للعسكرين فقط ده واحد اثنين المبادرات الحصلت حول الموضوع الفشقة ده برضو مبادرات مضحكة 20% لدو 20% الفشقة دي 100% كلها سودانية ده ينبغي أنه يكون الوجهة وينبغي أنه نستمر دائما في الدفاع عنه لكن في الدفاع عنه ده الغرار بتاع كيفية مواجهته ده غرار سياسي بتم اتخاذه بالنظر إلى كل الظروف ومش بالانحياز لطرف ضد طرف آخر في صراع إقليمي في مصر وفي وسيوبيا وفي السودان وفي أريتريا أنه أريتريا مطوردة بشكل كبير جدا جدا في الحرب الحاصلة في التجري برضو ما بيتم اتخاذ الغرار ده بمثل هذه الطريقة أما القصة الشعبوية بتاعت إنه الجيش يعمل حفلة بين هذا القلعة للأساكر في الفشقة وما عارف الحزب السياسي يمشي يزور القوات في الفشقة وبتاعتها بس ما بيمندوه لو لبحي المشكلة دي محاولات شعبوية لخلق قضية مما فيه نحن عندنا قضية بتاعت استغرار النظام السياسي بتاعنا وبعد ما يستغر النظام السياسي بتاعنا بتكون عندنا القوة والقدرة علينا أن ناخد أي قرار بيحمي البلد بتاعتنا وأنا أتمنى إنه زي ما الجيش يستعاد الفشقة يمشي ويستعيد الحلايب ويمشي يستعيد كل الأراضي السودانية المختلف عليها لكن أتمنى إنه برضو ما يعمل الموضوع ده كانت فعيل ولا بيستغلال لظروف أخرى يعملوه كأنه ده غيط الوطنية ولأنه ده الغرار السياسي بتاع القيادة السياسية بتاعته بعد استنفاذ كل الحاجات الثانية غير الحاربية ترجمة نانسي قنقر